موسيقى 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 اليوم ستحدث معكم عن الشعر الاحمر ظهرت الشعر الاحمر ظهرت من فترة قريبة وكانت السبب فيها هي هيفا وهابي هيفا وهابي الحقيقة من انجح البنانات اللي معاها تيم رائع موسيقى وشعر ولبس وكل حاجة حتى وهي في الجيمة بتطلع حلوة هيفا وهابي عملت شعر الاحمر والتزمت بكل روز الشعر الاحمر فانتي قدامك حاجة لو قررت تعملي شعرك الاحمر يتلتزمي بالروز بالشعر الاحمر يما هتطلعي شبه سومية خشاب في الجودة سومية خشاب اولا باختصار كده بسريعا الشعر الاحمر من ABC كده الحاجات بتاعته انتي تعملي حبابك بني فعش قسكت خالص ومع اي ميكوب ارث حتى لو انتي عملت تتو اي ميكوب ارث شاطر هيقدر يعملك حاجبك حتى لو هي مع مولة تتو اسود يقدر يعملك بني برضو تطلع في الصور وفي التلفزيونيات وكل حاجة بني وزيف كل وكاشة مش كمه لكن الاسود مع الاحمر ده ايش عرف اول ايه بصراحة التاني حاجة بقى علشان انت شعرك احمر ما ينفعش تحطي بلاشر روزات والحاجات لازم يكون برانز او درجات البرانز بقى حسب درجة بشرتك سواء الغامق الفاتح الحاجات الوان الهرموج ما فيهاش يعني ما فيهاش غول قوي انت ممكن تشي بلي ناس بحجم بقك وطرقته لكن سواء الغامق الفاتح ابدعت بقى في قصة الحواجب السودة و ايشادو اخضر و بلاشر احمر فبتقلي في الاخر بقى انا مش عرف هي اللي اعملت كده مش هي ده مش هي ده مش هي دي خالص اللوك بتاع الشعر الاحمر مع الناجر مش هي دي من الفنانات بقى اللي نجحوا انه هما يوصلوا للوك الصح مع الشعر الاحمر كانت مايا دي ابدعت بصراحة ومايا دي احكيت حكاية هنتكلم عليها في حلقات بعد كده هي بتخترع مضاطي يعني هي عندها الفكر في ان هي تاخد هي جريئة فبتاخد اكشن كده في حاجة معينة مايا دي ابل ما بتخترع لوكس هي مش بيتهبل بقى يعني هي عارف هي بتعمل ايه دي مسلا لما اختراعت لنا الحاجة بالعريضة مع ان انا كنت شايف ان هي عريضة بزيادة على ان هي مش شهر فايع لكن هي ماشيت فيها والعالم كله قلبها يعني مش مست بس بس برو انا بحب التين اللي معاها وان هي زكية بتختار اللوكس بتاعتها شعر الاحمر دي ما عادتش بي كتير هو غالبا كان فوتوس عشان لحاجة لكن لو وصينا هنلاقي الروج ناتيرل جدا بيجات يعني البرونزاج هنا البرونز طبعا اللي عانين بنيات والحاجات دي الحواجب اهم حاجة الحواجب شكرا هو ده الميكب الصح وماية الخشاف مش هي دي خالص الطريقة اللي اتعملي بيها ميكب على شعر احمر هو انت حاجة من الاثنين يا اما لو انت حواجبك صودة وانت ما عندكيش القدرة او ما عندكيش ميكب ارسي غير هالك لونها فانت ما تتعنيش شعرك احمر فيه سوكيك يعني سهلة يا تتعنيش شعرك احمر يا ما تتغيرش شعرك وفي الاخر كويك تبس بقه لمايكب الشعر الاحمر هتعمليش شعرك احمر حواجبك تكون بني مفيش خالص فلاشر روزات والحاجات دي يجب ان تكون موضوع فلاشر الروجات انا مش فارق معي بصراحة لون الروج ايه يعني خلا ما انت حتعرفي حقيق على لون بشرتك وعلى لون شعرك والكلام ده نصيحة بقه لسومية الخشي اختاري ناس صح اصريفي شوية يعني لما شفنا اللغة داعك لما طلعت لبنان في برنامج انا انبهارت يعني ميكب طحفة شعر طحفة فانديشن مزجوط لكن انت هنا في مصر ما عرفش ليه تعملي في نفسك كده حاولي تختاري ثم جديد لك وبلاش قصة ان انت مقتنع ان انت اعترفت تقلبسي نفسك وتعملي شعرك مش كل ناس صحيح تعمل كل حاجة نفسها يعني اختاري بتين اللي يعملك ده الصح ومش هي ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة